انت بتشتغل مع أساطير هاتي لحنة من عمر مصطفى فهو الشخص ده هو فكره على قده بتقول ايه؟ سرقة ايه؟ انت كنت فين انت وإحنا قاعدين في الحواري وقاعدين في البتاعب ما ربنا خد يا ابني انت رزعتك قوة بقى شوية يعني في فنانين هتتقذي انت فنان مش هيهتموا لك سكة وضغر يا ربنا ما بيرضاش بالظلم هاتي لحنة من عمر مصطفى وخليه يغنيه وفرجينه ينجح ازاي بس هديكوس انت بتشتغل مع أساطير هم أصلا يعني بينجحوا ناس يعني فيه ناس كلا لسه طبعا بتكتب وبتلحن لو ودوا لحد مثلا زالهضب وتامر حماية الناس دي كده كده مش محتاجة فبعدين يعني احنا يعني انا زعلان منه صراحة من الاخر ايما انا لازم ارد انا حاولت اوصله معرفش اوصله فرديت لاني ما ينفعش يقول ان احنا بدقناها بالسرقة انت شعرفك انا اصلا ساعة ما بدقنا ما كدش عرفه اصلا يعني يعني ما كدش عرفه فانت شعرفك ان احنا كلنا حرامية ولا احنا كدنا نصابين هو انت عشان حد يسرقك في لحن طب انت ألحنك حلوة فاللي خد اللحن عجبه اللحن يعني هو غلطان ان هو ما كلمكش او استأذنك وانت ما كدش هتوافل اصلا فأنا حاجة فهو ما بعملوا خلاص قضيه قانونا واخد حاجتك شوف اللي حصل زي اغاني كتير حصلت اتاخدت من الناس وبيحصل ديل في الفلوس وحاجات كده اللي تراك شغاله بس هناخد الفلوس والحاجات كده فاحنا عايزين نشجع بعض مش عايزين ما انت كده كنا زلت اللحن ونجح فهو الشخص ده هو فكره على قده هو بيغني لكن ما جاب كلام على اللحن بتاعك هو اللحن كويس بقى ما عرفش اصلا هو اني اللحن اللي تسرق ومين اللي سرق يعني انا معرفش هو سيبي كمان يعني حتى لو قال كلام حرم قالك المهرجان اصلا من البداية قائم على السرقة انت بتقول ايه سرقة ايه انت كنت فين انت واحنا قاعدين في الحواري وقاعدين في البتاع وبنقول كلام من الواقع وبنقول حاجات من الواقع احنا اصلا مش ما بنسمعش حد تاني احنا اصلا حاجة دي سلعة كده يا ربنا وجدها جوانا كلنا فما ما تاخدش حد كبش فده عشان حد سرقك في لحن سكة ودغري ربنا ما بيرضاش بالظلم انت هتسرقني مش هنجحك وفيه ناس بتسرق ممش بهم ممكن هي مش سرقة هي احنا زمان هقولك لما بدأنا احنا مثلا بحب مثلا لحن الاستاذ تامر حسني بحبه جدا فانا عايز احس صوتي بالكلام بتاعه على المزيجة بتاعتي عليه والله ما اصد حاجة ولو عرف اوصله هوصله واستأذنه فيه بس انا عرف لو هيرفض فممكن اعمله يعني حاجات كده وبتعدي على فكرة حاجات دي كل الناس كده لكن هنا فيه هجوم غريب غريب وطالع في وقت ما ما قلتش ليه من بقى يعني ليه دلوقتي مش معنا يعني عشان احنا بنا تطور وبنطلع وبقى ناس كتير نجحة وبقى لها سعر على الناس تانية وناس تعادت ناس طيما ده رابنا العايز كده ما ربنا خد يا ابني انت رزقتك اقع بقى شوية رزق انت شوية وكده وهي مش هارك انا عمري في حياتي انا احبش كده خالص خالص انا بيجي لي حفلات بس في رقصة تطلع معك يا هورتيج انا برفض لان انا ما انجحتش كده انا لو لو انت عامل كده وتعملت كده من زمان انا طالع يقدم الشو بتاعي انا جاي رقصك انت يعني ليه حط حد جنبي يعني فيه فنانين هتتقذي من ناحية ايه النقابيا بقى حاجات كتير وفي نفس الوقت هياخدوا منك يعني ناس اللي وقفة انت فنان مش هيهتموا لك كله هيبص كده ويرفع التليفون كده فانا ما محبش ده انا طالع قديم شغلي اخلص بعد ما اخلص تطلع ليه ليه لطلع بقى انا معاهم الصراحة فيه ناس ما بتحبش كده واللي بيحب كده ده ده بتاعته معرفش بقى